مرحبا بي عندكم وشكرا على الاستضافة ديالكم لي اهلا وسهلا بكم للا سلطانة وانا كل ما كنت مشاركة في شي عامل بحال هكا كان كون عندي واحد واحد الافتخار بنفسي انني وسط هاد النخبة كبيرة ديال الفنانة الممتلين فكتزيدني واحد الخطيوة شوية القدام لانها كتزاد في الكاريار ديالي كفنانة سعاد حسان من مطربة الممتلة فكنحس كينش حاجة جديدة عليها كان ناخد من هذا شوية وناخد من هذا ولو شباب تبارك الله عندهم اسماء كبيرة في المغرب فلي الشرف انني نكون معاهم يمكن السر ديالي فهد شي والاندباط لانا كنحب العمل ديالي انا كنقول الفن بالنسبة لي انا عمل كنحترم الوقت ديالي كنحترم الناس اللي كيخدموا معايا كنحترم الدور اللي كيعطيوني الف الغناء و الف التمثيل فكنقول يمكن الاندباط ديالي اللي كيخليني نكون مشتهدة فيهم بجوز ممكن انا كنلقى راسي اكتر في الكوميديا لانا كنبغي نضحك كنبغي النقطة كنبغي كنعيش هذلك شي ولو بعيد على الكاميرا فمليك يكون شي عامل بحلاكة وكنشارك معهم كنحس باناني عندي واحد الحاجة زيدة على الاداء ديال تمثيل اللي هو ان الكوميديا كينا معايا دي ما عايشة معايا فكنقول يمكن هذش اللي خلاني نزيد تاني شوية القدام مع هذ النخبة الكبيرة اللي ما عايشة ما نقدرش نختار لانا انا كنقول هو المخريج مليك يختار الشخصيات اللي غدي يلعبوا الادوار هذ الدراما او الكوميديا هو اللي كيختار الممتيل فمليك يكون الاختيار ديال المخريج ليه في مثلا في سيدكم او قبل في عمل اخر اللي كان داز عز المدينة مع الفنانة فاطم زهرب الناصر كان فيه الدراما فكان ديما كان نخلي الاختيار المخريج يعني من الغلقة الشخصية ديالي في هذ العمل كان كياخدني انا بالنسبة لي كإنسانة واحد للاج ديالي تبارك الله 64 عام خديت بزاف من الحياة ان خسكي تكوني رمز لهدو كل الناس باش ياخدوك كفنانة معاهم خسكي تعطيهم واحد لينيرجي باش توصليني بانا الفن ماساهلش الفن را عقبطوي لا باش بنهدي مايوصل لواحد المبتاقة ديالو فانا كان ندحك باش الجو يدوز زوين وتبقى ديك الحب ودك الانسجام حينت واحد نار غن تفارقو خس تبقى الصادة ديال سوعد حسان وسط الفنانة كاملين اللي دوزنا واحد لقيت مع سوعد زوين هذا كان قلبها نوكات كان قلبها غناك حينت خسكي تخرجي الممتيل من دياليسترس ديالي الدور ديالو كيفاش وقف قدام الكاميرا والحمدولله كمشتقوا بيلا احنا رحال كانت عندنا الخطوة عا كان نغني هذا مشاغيب السي محمد الخياري من الناس صديق ديالي وقريب لي بزاف من الناس اللي كيطلبوا ليه كيطلبوا ليه انه هالشي هاشي ما تخافش هاشي ميدوا معك تواحد هاشي اتعالا را الخياري وخد شوفوه راجل كبير وشعر را فكروني ازاي خسكم تعرفوا واحد القادية ان الخياري مشيكو نشكروه حينت قدامي الخياري انسان واعي وانسان متقف وفنان فلي ما يعرفش الخياري اقوم بحل ندري صغير كي يجري لنا في البلاتو خسنا فكي يلوح لنا الشكل ما كنمشيو عليها كاملين كنبقوا نضحكو ماللي كنبدا نغني كي يجي يطلبوا ليه شيء اغنيا كي يقول يا ديالي يا هادي بحل داليا في امري اللا اللي تشعرت بها ودا فكنقول اللي يبارك فيك راكي في النانا كبيرة جدا كنقولها فهدلي من برا كيتستاهلي كل خير را ما كمشي عن تلوحده لانجيو حدا الله يطول عنه فكنقول ماللي كنكون مع الخياري كنكون واحد الجانب اخر مرتاحة لانه وكيفهمني كي ديره في الكاركتير ديالي وكي يعرفني وكي يقولي مرة سعود لا تقلقات را كان هناك وكفيها حنتي يا هي اسمي دا سعود وكين فيها حسان ما كنت منها كم ما تشوفوش حسان جرتيلة لا لا عن بعد منها مش نقربك حدا هدا غلط كبير ان الفنان يتغر كي ما بغي يكون كبير ولا صغير ولا الغرور كي يحطم الفنان لان انا كنقول الفنان خصو يكون قريب من الناس خصو يحاول يوصل لهم بانه انا رانا بحالي بحالك ما نخليش الناس يشوفوا فيا ان انا فنانة ما من كليش نهدر مع هدا الغرور كي يحطم الفنان كي ما بغي يكون نوعه فكنظن انا بقى الطريقة قدامه معني لا داعي للغرور احنا ماشي ماشي نغني اغنية جوج وندير كاسكيطا وندادرون تخباو الناس انا ما انا ضد هاد الفكرة هاد لهذا هادك الانسان مدام جال عندي بيتصور معي يقول لي كي يحبني كفنان اه غنعطيك واحد القادية وغتبقى يضحكي انا واحد النار خارجة من الحمام ما عنديش طونوبيل شدي التاكسي مول التاكسي غادي قل لي ها ماشي الفنانة دي انا قلت لي هي هادي وصلني الله رحم ولك للصالون قل لي انا مزاوك فيك نتصور معك قلت لي هي دابة تصورت مع دي الفوطة الشعري وهزا الحق دي الحمام عادي حينت هادك الانسان مدام حينت يمكن هذيك الفرصة اللي شافك فيها ما يمكنش نتسنى بلاتي تانا مشي نصاوب شعري انا هكا انا كنشوفها هكا وما نبغيش الفنان يتهرب من اين كان مرأة راجل ولغادي في الزن قوي ووقفك واحده تقول لا ما انا ضد هاتشي اغان كذب عليك نقول لك لا وضروريك يكون تخوف لان كتنتظري النتيجة الاخرة دي الجمهور كيفاش غيعلقوا عليك كيفاش جاهم الدور ديالك كيفاش كان سيدكم بالمجموعة كاملة كيفاش ديما الفنان كيطمح للنجاح فهلما هاد الجمهور المغربي ما تقبلش العمل ديالك فهي ماشي اخر الدنيا كتحاولي تجتهدي تاني باش تبينيش حاجة اخرى انا بنكو احد الكلمة يمكن غاديمشيوا معي فيها بزاف ديال الفنان هو بنسبة كصوت وكطاقة صوتية باش كان غني حاليا ما كيناش باش نكونوا واضحين ميكينين اصوات نسائين زوينين ذاك شي على حساب لاج ديالهم على حساب كيجتهدوا وكيغنيوا غير ذاك التاقة اللي كنا نهندرلك عليها او سوولتين عليها دابا ما كيناش كنقول الجمهور المغربية رمضان كريم بالصحة والعافية ان شاء الله ونتمنى نتمنى 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 نكونوا في حسن الظن ديالهم ويقبلوا العمال ديالنا ويكونوا مفرحانين يعني هو الجمهور المغربية من اللي كتعجبوش حاجة يعني كيتكلم عليها اكتر كيشرب قهوتو كيادر كيقولوا يوم شرفتها دي نتمنى وعلله ونكونوا في حسن الظن اكتر 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 واللي شرب الحريرة يتفكرني برسول الحب فين مشيتي فين غبتي علينا علينا خايف لا تكون سيتنا وهجرتنا وحالف ما تعود ما دم الحب منا مفقود انت من نبع سقيتنا 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 ما دم الحب منا مفقود انت من نبع سقيتنا بسم المحبة بسم الأعمق حر الشواق كانت رجى تسول فينا رجع علينا يدوم الصمت وتتكلم أغنينا